بسم الله الرحمن الرحيم نرى بعض برنامج اسمه Oda City ده برنامج open source و مجاني لتحرير ملفات الصوت يعني لو انا عندي اي ملف الصوت عايز اعدل فيه في حجم دياني اقدر اشتغل عليه دلوقتي ممكن اقول له مثلا امبورت وقول له اوديو واختار الملف اللي انا عايزه وقال ليكم مثلا دوت اقول له شغل قاله انه في الاول فيه مساحة فضية الناس اللي بتعزف وتلحن الحاجات دي هات مع نفسها ولسه الرجل مجايش لوه بيغني لو مكرسوم هتلاقي فيه عاصفة مسلا نص ساعة على ما هي تبدأ تغني هي وقف البيت تصل بيهم تقول لهم ابداوا عاصفة على ما انا جاي لكم فحسب الطريق بقى بيجي معي طيب نجي هنا اقول له مسلا انا عايز من هنا عايز مسلا من هنا لهنا عايز الجزء ده القيه فبعلم عليه ودوس دليت خلاص تلغى كده لما تجي تبدأ الشريت حاجة نورها ما جاي باختياري واصل عني لبيت لتلقى اخر جزء هتلاقي انه هو فاضي خالص يعني هو هو راجل روح والحاجة شغالة فممكن برده راح عامل ايه؟ راح عامل ستوب وروح معالي مع الجزء اللي انا مدايق ندوت حسنو ملوش لازمة وروح دايز دليت فكده احنا تخلصها منه تقام؟ البرنامج بس كده لا البرنامج فيه حاجة قوي تقدر تعمل تعالي صوت زي ما انت عايز خلينا نعمل دلوقات مسلا نزوم على جزء معين وليكم مسلا هنعمل على الجزء ده كده هنقول له عايزين مؤسرات مسلا تعالي الصوت بتوطي خلينا نوطي شوية عشان انا مصدع اه تعالي بقى نسمع كده تمام طيب اه ممكن تقول له مسلا انا عايز اعمل مؤسرات خلينا نعلق الصوت تاني ونقول له انا عايز افكت مسلا الفيد ان و الفيد اوت كده الفيد ان يعني بيبدأ من غير صوت ويبدأ ايه على العلق لحد ما يصبح صوت عالي تمام ممكن تعمل فيد اوت يعني صوت عادي بس هو في الاخر بيوط الصوت على فكرة من ضمن الحاجات تقطع الصوت ده كان قزم سهر كان عمل اغنية عم بغداد وكان تقولك الاغنية بيغني حب وعيش كانوا بتكلم واحدة وفي الاخر قال بغداد فالناس جابوا البرنامج ورح شاركهم ببغداد وخلها اغنية رومانسية طيب ممكن تبص كده المصيرات هتلاقي حاجات مثلا تقلل ضوضاء حاجات تشيل الكليك شينش سبيد يعني ممكن نخليه تكلم بصوت سريع شوية او بطئ شوية زي ما انت عايز طبعا حمزة الامر هرفع لنا قضية بعد ما نخلص ممكن نعمل نعكس تأثير نخليه ان هو بكلام بصوت سريع زي ما انت عايز يعني انت بتحكم في السرعة بتاعت الهواهي الكلام بيها طيب ايه الحاجة تانية نحن ممكن نستخدم فيها البرنامج ممكن تلغي الضوضاء مثلا ممكن تحطه مصيريات ممكن تعمل ديليت تبطيق كل حاجات اللي انت عايز تعملها مصيرات صوت موجودة هنا في البرنامج زي ما انت عايز طيب ممكن بعد كده نقول له ايه احنا عايزين نسجل احنا فهقول له نيو انا عايز ملف جديد هابدأ انا اسجل هدوس record وابدأ اسجل بتلاقي انه كل ما بتكلم تبدأ تظهر حاجات ديت لو سكت طيب لو قلت صوت عليه اتخنقت تبدأ الصوت يعلي لو كده ممكن تروح موقع بها تسجيل طيب الحيط اللي احنا علينا الصوت في هدييات ممكن نجي ممكن نجي كده ونروح بس ايه دايسين ديليت فهو يلغي الحاجة ديه ممكن الوقت اللي احنا عادنا فيه فاضي كده وعادنا مفكر نروح دايسين ديليت البرامج دي بتسجله ولو بنستخدمه لما يكون مثلا عايزين نسجل المقالات اللي بين ارابيا او او في كتاب عايزين نحواله لصوت بنسجل بالبرامج دوت بعد كده تقدر تخش تعمل المؤثرات اللي انت عايزها هتعلم عجوث دوت بقول له effect تقول له انا عايز اكرر الكلام عايز في مؤثر بيخليك تكرر الكلام repeat اهوات بقول لك تعايز تكرر كم مرة اقول له مثلا التلاتة ونحو مكرر لك الكلام بالشكل دوت وبعد كده بقول له file وبعد كده بقول له export audio وتختار انت عايز سيفه بقى انت تداد تقريبا كل المسادة اللي انت تستخدمها زي mp3, wave, ogg, ac3, amr اختصار عمر, wma الحاجات دي كلها تلاقي وتسمي بس الملف اللي انت عايزه وتقول له save خلاص هو سيف لك الملف تقدر الشغل به تقدر تكتب المعلومات اللي انت عايزها وتقول له اوكي وخلاص كده